السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتحدث عن قيمة العفو في الإسلام في القرآن الكريم يقول الله تعالى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لذا يظهر لنا الإسلام أهمية العفو والتسامح إنهما يعكسان القوة الحقيقية للإنسان ويمحوان الخطايا فلنتذكر دائما كلمات الله وسنة رسوله في حياتنا اليومية ولنحاول أن نكون مثالا للخير والرحمة شكرا للمشاهدة وجزاكم الله خيرا